الفريق في أتم جاهزيته لمباراة قطر ولكن تحقيق النتائج الإيجابية يعتمد على عدة أمور وليس فقط الجاهزية فمن الممكن أن يضيع مجهود الفريق بخطأ فردي أو تحكيمي وغيرها من الأمور التي ليست بالحسبان المنتخب القطري منتخب جيد ونحترمه لذلك أبلغت اللاعبين بما يجب أن نفعله للخروج بنتيجة إيجابية طلبت اللاعبين بالقتال على أرض الملعب وأن يلعبوا كرة القدم وبعد ذلك سنشاهد ما يحدث لا يجب أن نضع اللاعبين تحت الضغط من خلال مقارنتهم بجيل 2007